من حديث أبراكان خمسة كلينشيت بالنسبة لنادي الأهلي تحسب للمدرب يحسب أيضا على مدرب الحزم تلقي هذا الكم من الأهداف أنت قد تخسر من الأهلي نعم لكن مش بكل مرة أنت ما أخذ ثلاثة في الدور الأول وتأخذ أربعة الآن في الدور الثاني بص أبو نورة ما تجي تتكلم عن فرق كبيرة بتبص من أهم أسباب الفرق الكبيرة أنه كلينشيت والأهلي قردي كان عنده مشكلة كبيرة جدا في حتة استقبال الأهداف وفي نفس الوقت إحراز الأهداف فانه النهاردة طالع بخمسة كلينشيت وجايب آخر خمس مباراة 12 جول فدرقم كبير يعني طالع بكلينشيت وجايب إذن إذن إنت اهتمت كمدرب وأنا أحيي المدربين أو أحب المدربين اللي عارفين المشاكل بتاعته ويحلوها لأن فيه مدربين عندهم عند كبير جدا في الشغل بتاعه ولكن أنا هاجم وافتح الملعب ويخش فيها مفيش مشكلة لأنك إنت لو فتحت الملعب باستمرار مش هتجيب كل الفرص النهاردة تجيب أربعة جوان والرياض محرز مثلا من ضغيره 3 مستريح فممكن وقت من الأوقات في مطشاط الدنيا بتقفل فأنت لازم تدور رقم واحد على كينشيت فأنا أحيي ياسل بصراحة والفريق كله النهاردة ما نفعش تحسب تقول مندي هو اللي بتطرع بكينشيت لا ما تحسبش كده تحسب كفريق دفاعيا قوي وفي نفس الوقت هجوميا النهاردة 3 تربع الفرص اللي جات للأهلي هو خلصها معادة الفرص بتاعت رادمح النهاردة رجوع فرمينيو النهاردة رجوع ديميرال فيه مكاسب للنادي الأهلي وماشي في الاتجاه الصحيح أعتقد وده برضه يحسب لإدارة النادي الأهلي كان فيه صوت كبير جدا إن المدرب لازم يمشي ما ياخدش فرصة والكلام ده كله لكن أنا أحيي النادي الأهلي على 46 هدف على الحزم حتى الآن رقم عالي كارينيو منذ أن أتى أيضا استقبال الهداف ما هو بص يا أبو نوري لازم تختار الحزم قريدي فريق بيصار على الهوط فأنت لازم تجيب له مدرب لازم تقويل أول دفاعيا وتشتغل على التحولات أي فريق بيشتغل أو عنده مشاكل في الحتة دي لأنه عنده بدي موسى وعنده لعيبة كويسة في الحتة المنطقة لقدام سليماني أو سليماني يقدروا يشتغلوا على التحولات كويس جدا أقسام قوية سرعات فأنت دافع كويس حتى شوط الأول هو الأهلي جاب جنم في وقت بدل الضايع لكن شوط تاني فتح الدنيا وعاوز يجابه الأهلي وعاوز يروح على الأهلي فالأهلي طبعا بالكوات الموجود عقبه بأربع هداف